بسم الله الرحمن الرحيم هنا تدربة الجيم بورت اكتبار الدي اس بي مرحة رابعة قسمة الناس تلت اثصالات نحن اجعل الجويستيك الى ادنى فان هذه الدائرة تفيدها عمليا تشبه على دائرة الهي هي دائرة الدائرة الجويستيك كالنفذوها على كتس نفسه هاي عدلات الدائرة الجويستيك انها جدا بسيطة استحتو على دقم مقاومات طبعا فوق طبعا متغيرة وسحن العراض الدراسة كانت مقاومات ثابتة هذه الداخل المقاومات الثابتة مثل الجويستيك الى ادنى المقاومات الثابتة مثل قيمة الـ X و قيمة الـ Y وعن هاي الانترفيس الموجود بالحاسب يستقبل جويستيكا سوا فعساسها هي جويستيك B وهذه جويستيك A عدلنا الانترفيس نفسه عين كل جدائرة بسيطة جدا يحتوي على البفر اللي يخزن حالة يخزن حالة الدقم الموجودة ويحتوي على الـ Mono Stable الـ Mono Stable Multi-Vibrator هي عبارة عن timing circuit تحتى المقاومات المتسعة وها ستكون مهربوطة ايضا مع هاي المتساعات المقاومات الموجودة هون هاي باعتماد على قيمة هاي المقاومة مقاومة المتسعة الموجودة بالـ Multi-Vibrator ستبادد النظام الشحن التفريغ هذا الشحن التفريغ الـ Mono Stable Multi-Vibrator راح تحولنا هيا لـ Pulsewood لانه حاسب ما تتعامل مع الانالوك عن طريق العرض من الـ Pulsewood نحن في قيمة المقاومة خلال معادلات سنجي عليها باعتين انشاء الله هاي بانو شأنه هاي بانو جوزتيك مادنا فلنا تحتى المقاومات متغيرة وربطة بالشكل هادا وشأنه واحد من الأطراف يربطون على الـ 5V ونحن سيكون هاي X و X و Y راح يكون واحد تعمد مع الـ 4V واحد من أطراف هادا هو الطرف المشترك ربطون على الـ 5V الطرف البنص هو اللي راح نقرانه كلهم وطرف ثالثي القصائب هاي بانو هاي بانو هاي الكنكتة 15PIN سموانه DSUB هاي بانو الـ وله هي عبارة عن طبعا به الانترفيس راح نرتبط 8 bit لداتا بتكون و 10 bit للأدريس بلدارس ما مخفضة لـ 201 هاي بانو تقربة بانو يصلنا إلى 300 أو أكثر راح نرتبط 8 bit للداتا 10 bit وعند الـ Control Line وهي Input Output Right و Input Output Right و Input Output Right سنجي على الـ Status هو عن المقاومات المتغيرة تتراوح قيمتها من 0 إلى 100KOhm و هناك بعض الانواع من 0 إلى 150KOhm كل مقاومات تتراوح قيمتها لأن الـ Status متسترادة سنجي هل هي 8bit هذه هذه هي لقيمة البطن البطن يعني الدقام وهذه المقاومات هنجي أول واحد مكتوب علي أنه BA1 معناته هاي الـ B يشيرون على البطن وهذه A1 معناته A1 A يقصد تابع للـ Doraesityc A و عندي B A2 معناته هاي الدقامة 1 من Doraesityc B هذه الدقامة 2 من Doraesityc A دقامة 2 من Doraesityc A عندي B B1 و B B2 معناته الدقامة الأولى من Doraesityc B و الدقامة ثانية Doraesityc B و عندي الـ B Y يعني الـ Y position من B و عندي الـ B X عندي الـ X position من B و عندي الـ A Y و الـ A X و الـ X position من A هؤلاء كلهم هاي يكونون هاشألنا بعد هاي بالنسبة للدقامة كل شيء سيهم و جرد عمل import إذا كانوا صفر معناته دقامة مضغوطة و أنها مشكلة بل هو أنها شوي صعوبة بحساب قيم المقاومات بحساب قيم المقاومات حساب قيم المقاومات احنا شئنا قمتارة الـ One Stable نحو على متسعة مقاومة 2.2K هذي مربوطة مع المقاومة المتغيرة الموجودة بالجويستيك هذي موجودة بالانترفيس هاذي مقاومة المتغيرة موجودة بالجويستيك نفسي هاي يكونون مربوطين هاذي اشرا نجينا بها نحن يجي نتس بلصات احنا نخرج على هذا الـ مقاومة المتغيرة مانا قلنا 200 وواحد هكسا نخرج له أي قيم الملكان و هحت تسلوا بلصات فغاح منتسعة رحت تشحن تفرر طبعا لدينا التاوي سواء أن أرسي معروفة فغاح تشحن وهذه المقاومة وهذه المقاومة فغاح تشحن و زمن التفريغ فغاح تشحن و زمن التفريغ فغاح تعتمد على قيمة هاي المقاومة غاح نجي الشكل غاح يكون الشكل زمن تشحن تفريغ عندي دائرة المونسطابلات حوالي هيا لـ غاح تشحن و زمن التفريغ غاح تبدي من بداية هذي غاح يبدي يعد غاح يبدي يعد الكاونتر داخل الحاسبة وبنهايته يتوقف فاحنا عدل كل الكاونتر راح نستفاد منه خلال نعرف الولثمالبولتس من عرفنا الولثمالبولتس راح نعرف قيمة المقاومة نفسها عن طريق هاي المعادلات هاي المعادلات راح نستغلح و ها شعرنا تايمين تيرفل هذا راح نحسبه عن طريق كونتر الداخلي من الحاسبة و من التايمين تيرفل راح نطيق اطلق قيمة المقاومات ها نقاعد هون يتكلم ها نستخدم لغة الاسمبيل بلحساب قيمة المقاومات هاي ما راح نهمنا هاي جلسة على ال على البروصيدر راح نجي على البروصيدر طوال العمل بالبداية احنا نجي ندرس على هذا هذا نجي نربطه بالحاسبة و ها الحاسبة موجود ال هذا الانترفيس هذا هذا هو هذا هو نجي نكون لونه أصلاق هذا هو ال موجود المدربورت مالحاسبة نجي نربطها على الانترفيس و ها طاعل بعدين و انا الرباط مواحد هوني و يحدين هوني و يحدين هوني و يقول بل بداية احنا في القرى هذا الرجيستر نحنا قلنا هذي بداية ما فعالين و سيكونوا بما انه ولا دقمو ما مضوطة معنات هذول مفروض كل المواحدات و ذهلي ما علينا منهم فهذول مفروض سيطلع النائف راح نجي بالبداية نقرأ قيمة الخط نجي بس مدرعة امبورت من الادرس ميتين واحد بالهكسا ونطبع قيمة الناتج راح نشوف ايف صفر لانه ولا ديك ما ما مضغوطه بعدين اش يريد بعدين اريد قيمة كل واحد نحسب يعني نحسب اذا قيمة كل واحد مضغوط اش غاد راح يطلع للنتيجة راح نجي نعمل اكيني تجو اش عارض الناتج اش راح نجي نعمل ننفن نتيلو ونشوي نقرأ قيمة هذا البورت حتى نقف قيمة الديكوم نحن نجي ننفذ بس ايضا ولديكوم ما ما ندوسه لذلك ما عدنا ناس صحيحون ايضا ها حنجي ندوس بطن ايوان بطن ايوان اش راح نارى الناتج سوف نقف انه A1 A1 هوني موقوعه إذا ندوس وحصيه صفر فعنداش سوف أحصي واحد واحد صفر اللي هو اربعة طحش فالي يساوي انه اي راح يلنشع بالنتجة على الشاشة ندوس نشوف ونحن حاليا نضغط على الديكم هوني سوف يكون الناتج اي نفس الحالة بالنسبة السوف السوف يرجح الفطوة اللي حددنا بها قلنا البطن اي وان ما هيكون اي زيرو والبطن اي تو ما هيكون قلنا دي زيرو وان في تو ما هيكون بي صفور اي شابر عصر انا جاء خطوة اللي اخلق اشرة كيلو في موقع طبعا هي وصل موجود ايها الخطوة اللي اختبتوهم اي مصر عالكت نفسه احنا قلنا حتى نخلي المقاومات متساعة تشتشح نتفرغ لازم اجز مجموعة من الفلسز راح اجز اي قيمة اي قيمة تلكان على الادرس نفسه حتى نخلق اي خط اي قيمة تلكان اي قيمة تلكان نتحكم بها بكيف نصفور ايكس اي فا ويقيمة تلكان وطالب بالنوع عمل دي لائي ثنيم راح نجي ننفل البرنامج راح نجي هسه تنقيسها بالاوتلسكوب راح نجي نغشع زمن الشحن والتفريغ بالاوتلسكوب نجي هذا القروند طبعا اكون كت اللاخ مبينة القروند راح نجي تشهون تقليقون القروند راح نجي نغشعون في واحدة من الجهات راح نربطين عدة ويرات راح نتمثل القروند تربطونو عليها راح نجي نغشع زمن الشحن والتفريغ من المقاومة مقاومة راح نجعل بداية هذا ال اي اكس راح نجي نخلي اخلسكوب راح نجي راح نجي راح نجي راح نجي راح نفسك راح نفسك راح نفسك عن anschارزة تركح مقاومة مقاومة راح نجي راح نفسك مقاومة همار سياسة ساكت توقف توقف مفروض اغير مقاومة اهي غير مقاومة لاحظ زمنه تغير لانه قيمة المقاومة تغير وهكذا هي هاي انو ابدأ اعمل جوستيك نفسه انو عدنا مقاومة تغيره كلما تقوي اتغير قيمته رح تتغير قيمة زمن الشبحة لنتفرير رح يتغير بقل صوت وعن طريق الكامترات قناه رح نعرف اسم الموقع نحن نجعل بيطار لاننا بي اكس سوني خلل انه مكسره لانه مكسره منيهاني ننتبه عليها ايغا جيسن شوفه نعرضه تقريبا بي اكس تقريبا نفس قيمة بي واي لان نجعله ساحب البرناوج لاننا هذي بي واي تقريبا نفس قيمة بي 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 هههه قيمة بي 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 مربعين و التطلب في السكيل ستطلع 280 ميكروسيكند وهذا الزمن في التفريق إذا طلبوا منعلم سيجي هذا الأفضل نستغلت نحسب قيمة المقاومات طبعاً ها هو شكل كالكولي مجرد نحسب عدد المربعات ونضربه في السكيل أستغيل تقلات السيبروغرام وريد الريستر أستغيل نقيس قيم المقاومات استخدام الشرط نحن نحسن في البداية نحسب قيمة وعدات نحسب قيمة العدات قبل 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 العملية شحن и تخرج ما ستحصل قيمة العدات أخرج إلى هذا الادرس هذه الخطوات معقدة مجرد ستحفظ سأخرج إلى هذا الادرس هذه القيمة وعندنا نحصل على الشاشة لأكسل الأمل سأخرج إلى هذا الادرس 0 حتى أقرأ اللو بايت والهاي بايت والكاونترات الداخلية من الحاسمة أقرب البداية اللو بايت و بعدين سأقرر هاي بايت اللي هي عملية أعمل عملية قراءة ثم عملية قراءة هاي بايت بعدين شنو؟ لأنه لا نتريد نقرر وور لدينا نقرر بايت بايت لذلك قارنا نقرره لحي بايت هاي العملية سي وون ما ش عملنا؟ اللو بايت طبعا حتى أستعدنا لحي بايت هذا اللو بايت قارنانو خلينا نانو بالنسبة لأسفل والهاي بايت خلينا نانو بالنسبة لأسفل ونسبة لأسفل نسا اريد متغير اللي يسمينانو C1 اني رح تكون من ورد اريد اي هذي اي هون ينخليها هاي هون فاحتاج اش عمل انه زحف هذي احتاج ازحف الثمان بتاتي لليسار عملية التسحيف لليسار اللي هاي بلسار 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 عملية التسحيف اي عملية تشيف تليليسار هي نفسها وضرب في اثنين فكاننا بعد ازحف ثمان مرات وعند اضرب كاننا في اثنين للأسفل ثمانية اللي سوينه 256 وبذلك هون يكيتب لك انه هذا بعدين بعد ما زحفناه طبعا هذا رح نيجي نجمع هذا معانو هاي صاد كل اسفارة بعد التسحيف رح تصير كل اسفارة رح نيجي نجمعه وينزل هذا المصدق نفيك توني واللسار وهي عملية التسحيف يقول كونتر لسار مصدق نفيك في 250 لانه عبارة عن تسحيف من بتاتي لليسار هاي هاي الخطولة هاي عملية التسحيف هاي عملية التسحيف بعدين ايش يقول والاوتبوت ادي ذات هاستر رح نبدي نعمل شحن التفريغ نخرج اي قيم الكان هاش رح نسيق رح تبدي عملية الشحن والتفريغ نتخرج اي قيم الكان اي قيم الكان بعدين رح نيجي ندخل بايلو يقول نقرى الستيطس ما البيت لدينا هذا الستيطس اتكلمنا عنه هذا اذا اي طبعا احنا عم بزمان الشحن التفريغ من الشحن التفريغ هاي قوم تريشوت بولتج من جاوز هاي تريشوت بولتج هاش رح يصيغ هاي سيغ هذا البيت صفر البيت الخاص يعني بها فيك المقاومة ما رح يصيغ صفر طالما انا اعلى من تريشوت اقل منه رح يكون ايش عندي رح يكون عندي هاي قيمة البيت واحد اذا انا ايش اسمه جاوزت هاي تريشوت بولتج رح تحولي الى صفر ثم هان ايش رح يقول اول شي نقرى الستيطس ما البيت بعدين تست البيت اذا لا يساوي صفر اذا لا يساوي صفر اش معناته انه انا معه اقتل وتريشوت هاش اعمل? لا ارجع بعدين عملية التفريغ مستمر اذا اتجاوز باستمر اذا اتجاوز ، بأن هذه استعمل lekker تم Desde temsk البيت خلص هذه تفريغ هذه و هذه عملية التفريغة ثم تحول انها تن sauve حتى انا اضطري قيمة� Israelis قيمة مستمر قبل عملية التفريغ سأعطيك حسب lzemen وما إلى julestro قيمة المقاومة ماذا سأجي أعمل؟ سأجي حتى أخذ البت أصلاً من البداية قيمة AX كما سأجي أعمل الإمبورت سأسحب هذا كله أعمله أندينج مع البت هذا بقي كل أصفارة حتى أصفرهم ماذا سأجي أعمل؟ أندينج مع 0 1 وشي قراءة قراءة قيمة بعدين سأعمل أندينج مع مع الواحد حتى يسحب قيمة AX بعدين يقارن مع الصفر قارن مع الصفر إذا الأكس يساوينا صفر ماذا معناته؟ معناته أنه عملية التفريغ كملت سأجي أسحب قيمة الكاونتر من الجديد نفس عملية السابقة بالضبط سأجي أعمل Output حتى أسحب قيمة الكاونتر less significant most significant C2 طبعاً تمثلي بعد اكتمال التفريغ C1 قبل عملية التفريغ C2 less significant سأحفظ من بلتات ثم سأجي أحساب الفرق بين الكاونترين الفرق بين الكاونترين لأنه أضرح C2 من C1 أضعه نفس الإدفاله حتى أتجنب السالب بعدين سأجي أحساب ثم سأجي أحسابها لتلتا سي سأجعله سأجعلها سأجعله 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 لتلتا سي هاي. هاتي. ونحن نجي بعدين نطبق هذه المعدله. بعد ما حسبنا التام أن تطبقه على هاي المعدله حتي نطلع قيمة المفاومة. اللي هي باي خبهم الآن بس يمكن اكون نخلص مايكرو نجد نحوله الى اي اس مايناس ستة عشر اس مايناس ستة اللي هي تنكتبه بطول مجاة اي اس مايناس ستة ودي ايضا مايكرو ستة ودي هادي ايضا مايكرو اس مايناس ستة هين اي معادلات موجودة يا صنوني بعدين بعد ما حسبنا قيمة الار مسبعة طبعا هوني اذا قيمة البيت ما تصوي نصفور ايش لازم اعمل لازم ارجع هذي كلها داخل الشرط اللي اذا كان تصوي نصفور فهذه كنا نلاحظ هذا الاف كل هاي الخطوات داخل هذا الشرط اذا ما يساوي نصفور جوتو اس ارجع ارجع الي هون ليعمل اليمبورت وقارن الى ان يساوي نصفور وطبعا لخيمة المقاومة هجي نفذ البرنامج هنلاحظ طبعا اني محطط لعش كيلو امتاعش كيلو اكيد ايكو نسبة ايرار بالمقاومة نفسه ياتة اره بالنسبة لار اي اكس نحسب الي ار اي واي ار اي واي اي اش لازم اعمل عمل امر امي مش هذو الي كله مصفور فهذه واحد اللي هي قيمة اثنين هذي نعمل عني. هذي نعمل اثنين مجدد. هذي نعمل اثنين مجدد. هذي نعمل اثنين مجدد. هذي طبعا الار ايكس سجلها المقاومات. الار ايكس. قلنا هي تقريبا عشرة كيلو. هذي الار اي واي. اثنين نحسب الار بي اكس بس قلنا هاي المقاومات تبه عليها. اكدوا انها مربوطة في شكل صحيح لانه بها قطع. هذا رحسب بالنر بي واي. هذي نعمل الار بي اكس افلا. هي واحد هاي صفا. هذي واحدة البقية كل اسطاره. بحصيها اربعة. نعطيها ارى. نفذ. تقريبا متساوين حتى نتذكر طراء بالرسل تقريبا متقاربين حتى زمن شهر التفليف كان هنا متقارب اذا نريد الحسر بالربي واي ستكون هاي واحد بقي كلا صفارة فهنا عدد مالية نعمل انديك مع رجبالية انديك مع رجبالية تقريبا متى قريبا الـ 25 كلا هيا الناقين ونقاونات هيا الـ 25 كلا بعدين خطو الروس هاي حسن لقيمة المقاومات تقريبا تقريبا عيد البرنامج 6 مرات عيد البرنامج 6 مرات تقريبا متى قريبا لا تقريبا مقاومات لانه هي ثابتة بعدين خطو الروس هاي ايغا بيت على R1 و R2 و R3 فلعنام كله نفس اشغيت نفصل هذا نفصل هذا ونضغط هاي جويستيك وعدنا ملاحظة هاي جويستيك تطلعوا من البرنامج هاي تربطوها طعم البرنامج طعم البرنامج كله ونجي نفصل هذا نجي نفصل هذا نجي نفصل هذا نربط نجي نفصل هذا بعد ما عملنا نريد بسترة الحاسبة نجي ننفذ برنامج 19 غيد غيد نحسب طبعا احنا كنا هاي الدائرة اعتبرنا انه هاي جويستيك مفاصلة عن هاي هاي الجويستيك هتعتبر هي اربع ديقن كلها تابعة الجويستيك وهذه ما نفس الموجودي بالشيت هاي هاي عدنا ما قدنانا بالشيت المصورة بها ديقن تين بس اهاي تختلف نوعا ما بها اربع ديقن نحن عدنا نشيك اربع ديقن بطلع او هذه اشغطة تهمت تعمادة عن هاذا الرجيستر المث نشيك أربع ديقن نقريناها قبل شوية على هاذا ونقراها على هالي نحن نجي يقول لك قرى لي الأف والليفت والداون والعب هاي رايت ونحن نجي بالبداية هذا البرنامج نفس القرائم نفسه مجرد import ومطبع خيمة من البداية ما ديسين ما ضغطين اي دقما ولذلك احيكون F لانه ايضا اكتب له نحن ندوس الright الright سيطلع من قيمته 7 ستكون قيمته 7 ستكون ستكون قيمته 7 ستكون قيمته 7 احنا تنقاط الup لانه اهلا ستكون قيمته 8 ستكون قيمته 8 الdown ستكون قيمته D يعني اذا منعمل كمقاملة بسيطة انه الright سيطلع من البيبي 2 الleft سيطلع من البيبي 1 والup راح يساوينا بي اي وان وثان راح يساوينا بي اي اتو هادوين طلعت هاسا هاش نريد انه هاسا يريد هاسا يريد هاسا يريد ها تشغيل مرنامج قبل شهر اللي قصنا بينه هاي المقاومات الثامتة راح نجي نقيس المقاومات المتغير المدودة داخل الجويستيك بالبدأ راح نقيسه بالنسبة الاكس اللي هي يمينة سار وبعدين نقيمة الواي اللي هي اقدام راح يجي نرى برنامج سالو نفسه بس بالحالة بما انه عندي انفينيتي راح نخلينا بنفينيتي لاب لانه كل شو راح يتغير الموقع مالا راح متره تضييس علينو هاجعمل نفينيتي لاب اللي هي انا اقداموا جميعيها بكم بتصوف نفينيتي لابا شخصا بتصوف نفينيتي لابا شخصا نقيمة قوامت فبالنسبة للبداية للأيكس نمتع هذا الأيكس نجدنا ما هيجي بالبداية طبعا انما ذولي ذولي ضبطن بهم المقاومات انا ضبطناهم ما اعتاد تتغيرهم مضبطيني ما تغيرهم فبالنص نصف احاقنا نقاوم المتغير عندنا فبالنص تقريبا خمسين كيلو اذا نوديها على اقصى اليمين تقريبا ميت كيلو نوديها اقصى اليسار تقريبا صفر يعني اكيد يكون نسبة ارار ايضا نقيس ال اذا نريد نقيس ال اذا نريد نقيس ال احاقنا نغيرها الاثنين ونص ايضا تقريبا خمسين كيلو الى العلى تقريبا صفر يعني اكون نسبة ارار الى الاسفل باعتكون تقريبا ميت كيلو نسع شغيت نغير نقيس زمن الشحن والتفريغ طريق الآن الى الاسفل حتى نجعلها على المقراج هاي بالبداية بالنص هذا زمن الشحن التفريغ هاي لعلى اسفل هاي زماني هاي لعلى لعلى قبلة تاين قلل قلل لعلى اسفل لعلى شد تسع لعلى تقل احنا ليش احنا 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 افروض ما اتقل ليس صفر روس عنا مع قاومة نيرعش اه 2.2 كيلو اوم وهي ايضا بها نسبة ارار لذلك هاي بقز اداز شحن التفرير هذه الحمد لله ربعا امين سيدنا محمد والآن ايب صحبية